وصل فريق الألعاب الجوي الكوري جنوبي إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق صفح الأهرامات في الثالث من أغسطس الجاري يشارك فريق النصور السوداء الكوري جنوبي بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيل جزال المصري حورس عروضا جوية مبهرة كما تقدم عناصر من القوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعليات المهرجان بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطعات والمعزوفات الوطنية